مباشرة إلى دبي وأجواء مؤتمر كوب 28 والزميل فلاح الفضلي مرحبا بك زميلي العزيز تفضل يعني ما هي أبرز ملفات اليوم الثاني التي سيتم بحثها في أجواء المؤتمر تفضل مرحبا ديما شكرا جزيلا لك ومرحبا بك وبكل مشاهدي قناة زاقروس حقيقة اليوم الثاني انطلقت أعماله اليوم في تمام الساعة العاشرة صباحا بتوقيت الإمارات وكانت على أبرز جدوى يعني أبرز البنود الموجودة على جدوى الأعمال المؤتمر هو مناقشة ضرورة التقليل من الاعتماد على الوقود الحفوري يعني نقصد به النفط والفحم والغاز والذهاب نحو الطاقة المتجددة المؤتمر وضع بعض الخطوات لهذا الموضوع وخاصة يقع الثقل الأكبر في هذا البند على الدول العظمى التي تنشط لديها الصناعات وتنشط لديها الكثير من المواد التي تخلف الكثير من المخلفات الغازية والملوثة للبيئة لذلك الدول العظمى الموقع على اتفاقية كوب في عام 1992 هي الملزمة قبل غيرها بضرورة تخفيض اعتمادها على الطاقة الإحفورية من النفط والغاز والفحم وهذا الأمر وضعوا له سقفا زمنيا هو عام 2030 من أجل التقليل من هذا الموضوع لأنه هناك سقف أيضا سقف في درجة الحرارة تعمل الدول المشكلة للمؤتمر المناخ ليس فقط المئتي دولة الحاضرة اليوم وإنما الدول الأعضاء التي تسمى بالأطراف تعمل على ضرورة أنه تتحمل مسؤولية أن لا ترتفع درجة الحرارة من عام 2023 إلى عام 2030 أكثر من درجة ونصف وأن لا تتجاوز درجة الحرارة في كل العالم هذا الموضوع حتى هذه اللحظة لا يبدو أن هناك سيطرة على هذا الأمر درجة الحرارة الآن ترتفع سنويا في معظم أنحاء العالم من 1.1 إلى 1.2 وبالتالي نحن قريبون جدا من أن نصل إلى 1.5 وهو الحد الخطر الذي بإمكانه العقبات التي تواجه تطبيق توصيات مؤتمرات التغير المناخ من المسؤول عن هذا الأمر كونك في قلب الحد التفضل شكرا جزيلا حقيقة ديما المسؤول عن هذا الموضوع هي الدول العظمى منذ عام 2015 منذ مؤتمر باريس وضعت سقفا ماليا وسقفا زمنيا لعدة أمور لم يتحقق لا السقف الزمني ولا السقف المالي كان من المفروض أنه يتم جمع مبلغ أكثر من 100 مليار دولار من أجل معالجة التغيرات المناخية في الدول الفقيرة ولكن هذا المبلغ لم يجمع وبالتالي حتى هذه اللحظة يعني حتى أمس الأول سمو رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد قال أنه حتى هذه اللحظة لم يضع أحد من الدول أي مبلغ في هذا الصندوق وقال أنا سأبدأ بإنشاء هذا الصندوق بمبلغ أولي هو مقدار 30 مليار دولار وبالتالي الآن هناك التحدي الأكبر بأن كيف يصل هذا المبلغ من 30 مليار دولار إلى 100 مليار دولار هناك دول فقيرة لا تمتلك القابلية ولا تمتلك القدرة على أن تواجه التغيرات المناخية بسبب قلة موازناتها وكذا لكن المشكلة الكبيرة والغريبة في هذا الأمر أن من ضمن الدول الفقيرة التي تحتاج المساعدة من الدول المانحة ومن صندوق الأمم المتحدة لمعالجة التغيرات المناخية هي هو العراق خاص يعني العراق الآن دائما المسؤولون الذين يشاركون المسؤولون العراقيون الذين يشاركون في مؤتمرات التغيرات المناخية يتحدثون دائما عن ضرورة أن يكون هناك دعم دولي فدولة بحجم العراق موازنة تتجاوز 200 مليار دينار عراقي ما يقارب أكثر من 160 مليار دولار تطالب بضرورة أن يكون هناك مساعدات هذا أمر غريب جدا لأنه يبدو أن الموازنة الاتحادية العراقية على مدار السنوات بعد عام 2003 وحتى الآن لم تفلح في التعامل مع ملف التغيرات المناخية باعتباره ملفا أساسا حاله وحال ملف الصحة والتربية والأمن والدفاع تتعامل مع موضوع ملف التغيرات المناخية على أنه موضوع تكميلي أو موضوع ترفيهي أو كذا يعني تقول كأن هذا كلام الدول الفايخة مثل ما يقول بكلامنا العام لكن المشكلة هنا كبيرة جدا عندما نقرأ الآن الشعارات الموجودة على البنايات وعلى قرب مقر إنعقاد المؤتمر في مدينة إكسبو في دبي يعني مثلا لتكاتب جميعا من أجل التغير الجميع مسؤول عن حياة البشرية يعني مثل هكذا شعارات موجودة مكتوبة لا أحد يعلم من المسؤولين العراقيين لأنه هناك غياب بحسب المراقبين أن المسؤول العراقي يعيش حالة من الغيبوبة طيب لأستخدم ذات المصطلح لذلك لا يفكر في هذا الملف الذي هو يعد من الملفات الكبيرة والخطيرة جدا لأستخدم ذات المصطلح إذن العراق دولة موفايخة ورح يستفيد من المبالغ التي سيتم منحها كيف ممكن أن نصف المشاركة العراقية وأيضا الكردستانية في مؤتمر كوب 28 وهل سيلتزم الجانب العراقي بالتوصيات والقرارات؟ باختصار لو سمحت هذا سؤال مهم ديما عندما تتوجه الدعوة إلى دولة اسمها العراق دولة موجودة في الأمم المتحدة لها كذا لها وضع دولة رسميا لكن الشيء الكبير والشيء المفرح والشيء الذي بالإمكان أن نفتخر به أن توجه الدعوة إلى إقليم كردستان هل تعلمين أن إقليم كردستان هو الإقليم الوحيد المشارك في هذا المؤتمر؟ جميل وبدعوة رسمية من قادة المؤتمر ومن قادة المجتمع الدولي هذا دليل ورسالة تحمل اتجاهين الاتجاه الأول يتجاه إيجابي يعكس القيمة والأثر الكبير لإقليم كردستان في المنطقة إقليميا ودوليا والاتجاه السلبي في هذا الموضوع أن هناك بعض الشوفينين الموجودين في بغداد من يستكثرون على الإقليم هذه المنزلة الدولية المحترمة في المجتمع الدولي لذلك نحن كعراقيين علينا أن نفتخر كثيرا بأن لدينا أقليما اتحاديا فينراليا قد نجح في أن يكسب ثقة العالم وأن توجه له الدعوات لمؤتمرات لا يحضرها إلا زعماء الدول والرؤساء والآن ما بين هؤلاء زعماء الدول والرؤساء يجلس السيد نيجرفان بارزاني وسيد مسؤول بارزاني حال وحال أي رئيس دولة وأي زعيم موجود في العالم وهذه نقطة تحسب للعراق لكنه تبقى الحكومة العراقية ملزمة بضرورة أن تتعامل مع هذا الملف تعاملا ينبع من الشعور بالمسؤولية لأنه بقاء هذا الملف بهذا الإهمال الحكومي وبهذا الإهمال المالي سيجر المواطن العراقي للكثير من الكوارث والأمراض والأوبئة التي يدفع ثمنها حتى الأطفال والنساء من دبي وأجواء كوب 28 للتغيرات المناخية الزميل فلاح الفضلي شكرا جزيلا لك شكرا